السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعين قناة أراضي وعقارات عبدو جينا اليوم قبيلة وادبات جماعة أيت سيبر اليوم غيرنا نشارك معكم قطعة أرضيالي بها قطعة أرضيالي المساحة ديالها 18 هكتار يعني 180 ألف متر موربع كتقولوا لي يا أخو يا عبدو ما كتجيبش لنا الهموز هل الأسبوع هذا اللي داز راح تأتنيكم غير الهموز وجيت اليوم عند الصديق ديالي دريس أخ كان أعتبروه كأخ قال لي اليوم ضروري تجيني أخو يا عبدو براكيني الهموز وجيت عنده اليوم قلنا الأرض المساحة ديالها 18 هكتار تيتر جات مباشرة على القدرون دخلها بحوالي 500 متر لا غير قد دخلها الماكينة وقد دخلها التركتور وتيتر والثمان كتقولوا لي يا أخو يا عبدو ما كتجيبش لنا الثمان في اللون الثمانية المتتبعين ما الذي قال لي أدريس أمانية المتتبعين أعطوه ثلاث أعطوه ثلاث سبارك الله راح 18 هكتار را 180 ألف متر مربع وهوتا كما قال لكم في ودريس اليوم رجب لكم الهوتا اليوم جيت عيطلية والله هلا شكرا جاب الهوتا ودريس قال لك يا أخو يا عبدو براكيني الهوتا نحن نعطيها للناس اللي يبعاد نحن 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 نعطيها للناس اللي يبعاد اللي ما غانا أكلوش محوم حنا الخبزة الآن خدموا معاكم هنا خمسة للناس ستادي الناس وكايني الناس هنا يا اللي دايرين تشراوا البلاد وراهم ناتجين وشوفوا بعينك ومشي متشريتات شوف ومرحبا بك لعندي آلة وعبدوك وخا عبدو تيسكن عليها بايد ومرحبا أنا أورد المنطقة والد البلاد وعندي البلاد بالتعاون منطقة توردو شعيدة وكايني الناس اللي مستفدين كايني السيد داير وزيد ديا الزيتون وشراي البلاد هنا ودير الزيتون براكويل وحفر البير وشراي البلاد فعبور شراها بستاد المليون دا براحطيني 30 مليون ومبغا بياها ما أريد ريش هذا الأرض هذا الصرحة حتى الزيتون وخروب صرحة الزيتون وخروب داليا اختغيري حفر الماء كوشي صالح ليحفر أنا غاب شتاتا استفدو أطلبوا الكبير لأجيب بادريس قال ليكم ما شديره هال أرطفارك الله كديرا نرطع الماكينة وعند خيب رافل في لحة ما شير بادريس واحد قدية إن قيد الشيكوري ديالتجاج حالا دين دير رخصة إذا جبت حالتبان لا رأي لديك شتيوريت الكوارا حالا لا يدير رخصة يدير الكوارا يدير كوري ديالتجاج ثلاثة الكوارا خلو 60 مليون ديالة معجد لأره بارك الله إن كتبه رخصة يدير لحقه يدير الكوارا كما تبعته على لسان بادريس الأرض هي هذه المتتبعين رطال حتى الفوق 180 ألف متر موربعة ما سهلش الماكينة والتراكتور والمراه موجود كنتم اللي بغاد الأرض هذه غير التصل على قناة أراضي وعقارات عبدوغودي القرقم أسفل الشاشة السلام عليكم إخواني أخواتي كما كتشوفو أرض جات على الشكل التالي من ناحية لوطا وهي أمامكم وغدا طالها حتى الفوق عند هذا الشجر المساحة 18 هكتار تيتر فونسي محفظة كتدخلها الماكينة كتدخلها التراكتور والثمان كان قد عملها 15 مليون للهكتار قابل النقاش وقابل التفاول وداب الأرض راح أولت غير 13 مليون آخر ثمان يعني اليوم راجبنا لكم الهمزة اللي يبغى يتوكل على الله راح الظروف مناسبة يدير المشروع اللي يبغى يدير كوالة ديال الدجاج او يزرع الشجر ديال الزيتون او الخروم او اي حاجة من هذا القابل هذا أدرق النوطة راكوشي كايبان امامكم وكاتب على العلاق القدرون بحوالي 500 متر لا غير والأرض راح صالحة جميع الأغراس وجميع الزراعات ورجعوا الناس جبناهم حتى اللي هنا اللي بغوا يشرب والثمان دبارات تحدد 13 مليون للهكتار كأخير ثمان وبغينا نشاركوا معكم هذا الثمان هذا الحالي اللي يطلبوا موالي للأرض هذه الدرجات عندك الزيتون هذا كوالة ديالها وفيها الطول وفيها العرض والثمان تحدد 13 مليون للهكتار يعني مليون وستين للخدام مليون وستين ألف للخدام والثمان 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 جد جد مناسب للناس اللي بغوا يديروا المشاريع أراد اليوم لكم همزة المشاركة 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 المشاركة